موسيقى موجز الأخبار أهلا بكم ارتكبت قوة الاحتلال الصهيوني ثماني مجازر جديدة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد سبعة وسبعين فلسطينيا وإصابة مائة وثمانية آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع إلى ثنين وثلاثين ألفا وسبعمائة وثنين وثمانين شهيدا وخمسة وسبعين ألفا وبئتين وثمانية وتسعين مصابا منذ السابع أكتوبر الماضي استشد أربعة فلسطينيين وأصيب ستة عشر آخرون الأحد في غارة نفذها الاحتلال الصهيوني استهدفت خيمة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشر ضمنهم صحفيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط الكطاع كما استشد أربعة فلسطينيين الأحد بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمالي الكطاع ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى أربعة وثلاثين فلسطينيا وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية بأن أربعة فلسطينيين ضمنهم طفلان استشهدوا نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية بمستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمالي قطاع غزة ما يرفع إجمالي عدد الشهداء جراء المجاعة إلى أربعة وثلاثين ضمنهم واحد وثلاثون طفلا وصف الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأضعف الإيمان لوقف جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين الرئيس والتبون أثناء اللقاء الإعلامي الدولي الذي أجراه مع وسائل الإعلام الجزائرية دعا القوى المؤثرة إلى فرض امتثال الاحتلال لمضمون القرار وإجباره على تنفيذه حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخططات ما يسميه الاحتلال باليوم التالي للحرب على غزة الخارجية الفلسطينية أكدت في بيان لها الأحد أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تكريس سيطرته العسكرية على القطاع وفصله عن الضفة الغربية أعلنت المفوضية الأوروبية عن انضمام بولغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود اعتبارا من اليوم الأحد وقالت المفوضية في بيان صحفي أن قواعد شنغن ستطبق في كلتا الدولتين العضوين بما في ذلك إصدار تأشيرات شنغن وسترفع الضوابط عن الحدود الجوية والبحرية الداخلية وأشرت المفوضية إلى أن المجلس سيحتاج إلى اتخاذ قرار من أجل تحديد موعد لرفع عمليات التفتيش على مستوى الحدود البرية الداخلية بين بولغاريا ورومانيا ودول شنغن الأخرى وكان المجلس الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر بنهاية العام الماضي لدخول البلدين جزئيا إلى منطقة سفر شنغن الخالية من جوازات السفر التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي ختم هذا الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة